بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بنتكلم على أول درس بنقدوه في الطريقة الجديدة دي متتكلم على درس اسم المجرد والمزيد المجرد والمزيد ده برضو زي الأفعال الفعلπεril حنا بنقسمه فعل ماضي مضارع وأمر وزي ما بنقسم الفعل صحيح ومعتل وزي ما قسمنا الفعل قبل كده لازم وفعل متعدي النهاردة بنقسم الفعل لفعل مجرد وفعل مزيد إيه الفعل المجرد؟ الفعل المجرد هو الفعل اللي أنا ما أقدرش أستغنى عن أي حرف من حروفه يعني الحروف بتاعاته كلها أصلية زي قارقة ما أقدرش أستغنى عن القاف وأولديني معنا القراءة أو شرحة ما أقدرش أستغنى عن الشين أو الراء أو الحق وزي حافظة وزي كاتبة وشاكرة وحاصلة وحاملة دي أفعال ما أقدرش أستغنى عن أي حرف من حرفها عشان كده بسميها أفعال مجرد يعني ما قدرش أستغنى عن أي حرف من حروفها والمجرد ده بقسمه النوعين مجرد سلاسي ومجرد رباعي مجرد سلاسي يعني الحروف بتاعته الأصلية ثلاثة زي قرأة، شرحة، حفظة، جعلة طب مجرد رباعي يعني الحروف الأصلية بتاعته أربع حروف زي زلزلة، هرولة، طمأنة، بعثرة، ضحرجة دي أفعال مجرد رباعي دي بقى إحنا كده فهمنا الفعل المجرد هو الفعل اللي أنا مقدش أستغنى عن أي حرف من حروفه وبيتقى سامنعين فعل مجرد ثلاثي وفعل مجرد رباعي طب نيجي بالفعل المزيد قال لا الفعل المزيد ده هو فعل ممكن أزود فيه حرف أو كنين أو أكتر يبقى حرف أو الفعل المزيد هو الفعل اللي أنا استقدر أستغنى عن أي حرف من حروفه غير الأصلية زي إيه؟ قبل البداية لازم نعرف أن الفعل أقل فعل في الدنيا أو الفعل المجرد أقل حاجة ثلاث حروف الفعل المزيد ممكن يبقى أكتر حاجة يبقى ستة حروف طب لو أنا هتكلم على الفعل كده المزيد هقول الفعل المزيد هو الفعل اللي أنا أقدر أستغنى عن حرف أو أقصى من حروفه برضو المزيد بيتقسم إلى مزيد سلاسي ومزيد رباعي المزيد السلاسي أن أنا أزود حرف أو حرفين أو ثلاث حروف يعني ممكن أقول مزيد سلاسي بحرف ممكن أقول مزيد سلاسي بحرفين ممكن اقول مزيد ثلاثي بثلاثة احرف زي ايه نمسك اول حاجة ثلاثي مزيد بحرف الزيادة دي ممكن تكون في الاول زي الهمزة زي اكرمة زي احضرة زي انشأة زي اشرقة وممكن تكون الزيادة بتضعيف الحرف التاني زي حرمة لو انا قلت مثال كده حرم الله الكذب زي سخرة زي سخرة الله الكون للانسان زي قسمة لو انا قلت قسمة الشريكان الربح زي ايش طيب ممكن تكون الزيادة اللي هو مزيد ثلاثي بحرف زيادة حرف الالف بس تكون تاني حرف زي شارقة زي دافعة زي كاتبة زي ناصرة وممكن ثلاثي يكون مزيد بحرفين يعني ايه مزيد بحرفين يعني هو اصلا ثلاث حروف ولكن زودنا في حرفين ممكن يكون الزيادة الحرفين دوله في اول الفعل زي الفعل انكسرة هنا مزيد بالالف والنون زي اندمجة اصلها دمجة هنا مزيد بالالف والنون ها ان شغلة اصلها شغلة يبقى احنا عرفنا كده الزيادة او المزيد الثلاثي بحرفين ممكن تكون الالف والنون او ممكن يكون التاء وتضعيف زي ايه تقدمة هنا مزيد بالتاء وتضعيف الدال تألقة مزيد بالتاء وتضعيف اللام تفتحت الازهار في الربيع هنا مزيد بالتاء وتضعيف التاء توكل المؤتمن على ربه يبقى بزيادة التاء في الاول وتضعيف الكاف ممكن تكون الزيادة زيادة الالف والتاء زي انتفع اصلها نفع انتصر اصلها نصر انتقل اصلها نقل وممكن تكون الزيادة بتضعيف او بزيادة مزيد ثلاثي بالالف والتضعيف زي احمر الورد اخضر الزرع اصفر الصمر اغبر وجه الرجل يبقى احنا كده عرفنا مزيد السلاسي بحرفين ممكن يكون مزيد سلاسي بسلاثة احرف وبتكون الزيادة في الهامزة والسين والتاء زي استخرجة اصلها خرج استطاعة استعادة استغفرة اصلها غفرة استغل المصريون الصحراء في الزراعة استقر الامن نجي بقى للمزيد الرباعي المزيد الرباعي مسموح له يزيد بحرف او كنين يعني في مزيد رباعي بحرف زي بتكون الزيادة في التاء في الاول زي تغلغلة اصلها غلغلة تزلزلة اصلها زلزلة لو انا قلت مثال كده تزلزلت الارض من تحت اقدام الظالمين زي ما بقول تغلغلة الدين في حياة المصريين تضحرجة الحجر اصلها ضحرجة طب عفرة اللعب على الارض ممكن يكون مزيد رباعي بحرفين ودي بتكون الزيادة في الهمزة في الاول والتضعيف زي اطمأنة طب فين هنا الزيادة اصل الفعل طمأنة طب المزيدة فين الزيادة فين عندي الهمزة وعندي تضعيف النون اقشع عرة هنا برضو ايه مزيد بالالف في الاول والتضعيف الرأ يبقى انا عرفت كده الدرس بتاعنا بيتكلم على درسين صغيرين المجرد والمزيد خلي بالك الدروس دي مكملة معاك لغاية سنين لبعد كده سواء في ثالثة او في السنوين ان شاء الله بتتساءل فيها والسلام عليكم ورحمة الله